السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا المقطع الجديد متعلق بدرس الفلسفة من مستوى جدع مشترك علمي او ادبي في هذا الدرس سنتناول عنوان او سيئة هذا الدرس بعنوان نشأة الفلسفة او المحور الاول في مقرر جدع مشترك هناك مجموعة من النقاط الاساسية سنتعرف عليها في هذا الدرس من بين هذا النقاط سنتعرف على نشأة الفلسفة من حيث الزمان ومن حيث المكان وسنتعرف كذلك على العوامل الاساسية التي ادت الى ظهور الفلسفة في اليونان اذا اولا من حيث الزمان والمكان الفلسفة الزمانية ظهرت في القرن السادس قبل الميلاد وليس السادس ميلادي وانما القرن السادس قبل الميلاد مع مجموعة من الحكماء او الفلسفة الاوائل وكان اولهم طاريس وانيكسيمانس وانيكسيماندر او انيكسيماندر اسم اذا طاريس انيكسيمانس انيكسيماندر اهدوهما الفلاسفة الثلاثة او الحكماء الاوائل لظهرت معهم الفلسفة المكان بالضبط لظهرت فيها الفلسفة في البداية اسمتها ميلطيا او مالطا وهي منطقة توجد في ايونيا وهي مستعمرة يونانية قديمة اذا المكان هو اليونان وبالضبط في ايونيا ننتقل الان الى العوامل الاساسية التي ادت الى ظهور الفلسفة في اليونان اذا الفلسفة لم تسقط من السماء كما قال المؤرخون الذين ارخوا الفلسفة لم تسقط عن اليونان من السماء وانما هي نتاج لمجموعة من العوامل التي هي كثيرة وهنا سنوقف فقط عند عاملين اساسية ساهمة في ظهور الفلسفة نبدأ بالعامل الفكري والتقافي وكذلك سنتعرف على العامل السياسي في العامل الفكري والتقافي يتجلى هذا العامل في الانتقال اذا العقلية او العقل اليوناني او الدهن اليوناني انتقل من التفكير او من الفكر الاستوري يسمى في اليوناني ايه التفكير الاستوري كيتسمى بيه الميتوس الى الفكر العقلي اللوغوس بمعنى ان الناس في اليونان كانوا يفسروا الظواهر الطبيعية مثل سقوط المطار الزلازل البراكين الى غير ذلك تفسيرا خرافيا اسطوريا ولكن بعد ظهور الفلسفة اصبح الدهن والعقل اليوناني يفسر هذه التواهر تفسيرا طبيعيا ايه عن طريق ما يسمى بالعقل وهذا يسمى باللوغوس وهذا التفسير العقلي ظهر اول مرة مع طريس الذي حاول ان يجيب عن سؤال ما اصل الكون اجابة طبيعية وعلمية حيث قال ان اصل الكون الماء ولم يقول اصل الكون الالية العنصر الثاني في العامل الفكري والثقافي هناك شيوع ثقافة التعلم القراءة والكتابة بين الناس والثقافة للتعلم في اليونان الناس يقرأوا وهذه الناس يقرأوا ما مقتصش فقط على بناء الطبقة الانستقراطية وانما اصبح لجميع بامكانه ان يقرأ ويكتب وهذه القراءة او الكتابة ساهمت في انتشار التفكير العقلاني او العقل او العقلي ننتقل الى العامل السياسي العامل السياسي تجلى في الانتقال من النظام الاوليغارشي وهو نظام ديكتاتوري قائم على حكم الاقليات يعني كان اليونان في واحد نظام اسمه الاوليغارشي او الاوليغارشي واحد نظام سياسي تتحكم في واحد العائلة اريستقراطية واحد الفئة قليلة هي الي كتتحكم في تدبير الشئ العام داخل المدينة او داخل الدولة اذا هناك انتقال من النظام اوليغارشي الى النظام الديموقراطي هذا النظام الديموقراطي وهو نظام يساهم فيه الجميع على حد سواء في تدبير النظام العام يعني الشعب يحكمه نفسه بنفسه وهذا النظام الديموقراطي من حسناتي او من نتائج انه منح للناس متسعا من الحرية الناس بدو تعبره عن افكار دياله دون خوف هذا الشيء كان في الاوليغارشي الناس كانوا يخافوا في الديموقراطية اصبح المواطن يعبره عن رأيه دون خوف كما سهم النظام الديموقراطي او النظام الديموقراطي في تمكين الناس من تبادل الاراء الناس بدو تبادل الاراء ويدافعون عنها بالادلة والحجاج لان هذا العناصر كلها سامت في ظهور الفلسفة عندنا واحد تمانين بسيط واحد سؤال اتمنى ان تجيبوا عليه في التعليقات هل الفلسفة معجزة يونانية وحاولا انك تبرر الجوم ديالك في بضعة اسطور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة